السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية خبر عاجل محافظة بورسعيد تعلن اول تنسيق للثانوي العام 2023-2024 اعتمد اللواء عيدل الغطبان محافظ بورسعيد اليوم تنسيق الكبول بالصف الاول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمدرية التربية والترين بالمحافظة بمجموع 249 درجة للحاصلين على الشهادة الاعدادية بورسعيد وطبعا يا شباب ودي اول محافظة تعلن عن تنسيق الثانوي العام للسنة الجديدة ان شاء الله 2024-2025 بمجموع 249 وطبعا يعني التوقعات كانت بتقول على حسب نسب النجاح ان التنسيق مش هيرتفع كتير يمكن يكون زي بتاع السنة اللي فاتت او اقل من ذلك ولكن جاء القرار ان الثانوي العام وده مرحلة اولى 249 يعني يا مستر مرحلة اولى 249 يعني السيادتك غالبا ان شاء الله بامر الله بعد فترة بعد ما يبقى فيه تقدمات والناس تبتل تقدم ممكن بعد كده يبقى فيه فترة تانية او مرحلة تانية يعني يقللوا المجموع شوية في بعض محافظات شباب بيوصلوا الى مرحلة تالتة وربع يعني بيعودوا يقللوا من مجموع الثانوي العام اللي طبعا زي ما حضرتك عارف ان فيه مدارس كتير تمريد مدارس تكنولوجية حاجات كتير غير الثانوي العام ناس بيقدموا لها فطبعا بيحتاجوا اعداد اخرى للثانوي العام فالمجموع بيقل فمش عايزين حد يقلق نصبر شوية وان شاء الله بامر الله اكيد بامر الله يكون فيه مرحلة تانية ويقل فيها المجموع بالنسبة لبور سعيد طب مستر فيه حاجة ظهرت غير بور سعيد حتى الان يا شباب لم يظهر شيء ان شاء الله بامر الله تابعونا هتلاقوا كل جديد مننساش بقى الاشتراك فيه القناة واسفل الفيديو هتلاقي قناة التليجرام نورنا بالاشتراك فيها عشان منتكلم على المدارس اللي بعد تالتة اعدادة والاختبارات بتاعتها ونساعدك ان شاء الله في حاجات كتير كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته